كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين عالميتين لتطوير مجال الفحص الطبي في مصر يأتي توقيع مذكرة تفاهم في إطار خطة الدولة المصرية لإنشاء مركز جينوم لمساعدتها في اكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة وتحديدها بدقة بموجب مذكرة تفاهم سيتم تنفيذ فحص الثلسيميا بيتا في مصر ذلك من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج عن طريق إنشاء أكبر معمل على مستوى العالم من نوعه لتحقيق هذا الغرض كما سيتم توفير مخططات محددة تستهدف تطوير المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة والسكان خاصة معمل الجينوم